نمسا بأسوأ حالتها في مؤشر حرية الصحافة عالميا 45% من العاطلين عن العمل لم يتجاوزوا تعليمهم الابتدائي خبراء الإسلام السياسي لا داعي للقلق من مظاهرات الخلافة السجن مع وقف التنفيذ لناشط نمساوي داعم لحماس وترض معلمة نمساوية بعد تعنيفها لتلمير في مدرسة ابتدائية وأخيرا حوادث المرور تكلف النمسا 8.65 مليار يورو مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم تراجعت النمسا إلى المرتبة الـ 32 من بين 180 دولة في اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك في أدنى تصنيف تاريخي ووفقا لمراسلون بلا حدود تتعرض حرية الصحافة لتهديدات من الحكومات والأحزاب وأشار التقرير إلى تزايد هذه الظاهرة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مما جعل النمسا تتراجع بشكل متواصل وشدد المستشار النمساوي نيهاما على أهمية ضمان حرية التعبير والصحافة وقال رئيس تحرير النمسا ميديا مهندس أحمد مراد نقل الخبر والمعلومة ليست جريمة ولا تهمة بل هي من أرقى وسائل التواصل في المجتمع أشارت وكالة التوظيف النمسا إلى أن حوالي 45% من الباحثين عن عمل في النمسا في عام 2023 لديهم تعليم إلزامي فقط وبلغ معدل البطالة لهؤلاء 19.6% على مستوى البلاد مع اختلافات إقليمية وفي المقابل كان معدل البطالة لحملة الشهادات الجامعية أو المهنية 2.6% فقط وأكد رئيس بكتب العمل يوهانيس كوبف على أهمية التعليم الجيد كحماية ضد البطالة وذلك في ظل التحولات الرقمية وحماية البيئة وبين أن جائحة كورونا زادت من معدلات البطالة لكنها بدأت في الانخفاض مجددا توقع خبراء في جماعات الإسلام السياسي عدم وقوع احتجاجات في النمسا تطالب بتطبيق خلافة إسلامية نظرا لضعف قدرة المؤثرين فيها وقالوا أن مجموعات مثل مسلم انتر اكتف عاجزة عن جذب الجمهور وأشاروا إلى أن المشاركين يجذبون بشكل أساسي من الجامعات ولكن ليس في فين أو جراتس على الرغم من جاذبيتها لهم وتوقع الخبراء عدم حدوث احتجاجات الخلافة في النمسا محذرين من تأثير حظر تلك الاحتجاجات مما يعطيها منصة وجذب أكبر للجمهور الشباب حكمت محكمة فين على ناشط نمساوي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة بسبب فيديو دعائي بعد هجوم حماس على إسرائيل ووجهت للمتهم اتهمات بالترويج لأعمال إرهابية بعد عدم حثف الفيديو من الإنترنت حيث أمر القاضي بحثفه وفرض غرامة مالية عليه وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات وخلال المحاكمة رفض المتهم الاعتراب بالذنب ووصف الهجوم على غزة بأنه حرب عادلة وأكد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووصف نفسه بأنه ضحية وضع سياسي تم فصل معلمة من مدرسة ابتدائية في كينتن بعد اتهامها بدفع تلميذ من مقعده وضربه على رأسه بحذائها حسب ما أفادت مديرة التعليم إزابيلا بينز ويزعم أن المعلمة دفعت الطالب بقوة مما أدى إلى سقوطه ثم ضربته وقد شهد على الحادث العديد من الطلاب إضافة إلى معلم آخر وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة وعقب ذلك ظهرت شهادات أخرى تفيد بتعرض طلاب آخرين للتنمر من قبل هذه المعلمة ولذلك تم اتخاذ إجراءات تأذيبية عاجلة وتوفير الدعم للطلاب المتضررين ارتفعت تكلفة حوادث المرور في النمسا إلى 8.65 مليار يورو في العام الماضي بزيادة 800 مليون يورو عن عام 2022 بسبب زيادة الحوادث والوفيات وبلغ عدد القتلى 402 حالة والمصابين 45 ألف حالة في عام 2023 مما يعتبر سبب المعاناة والتكاليف الاقتصادية الباهظة الباهظة وارتفعت التكاليف في جميع الولايات الفيدرالية باستثناء فرال بيرج وفيينة وطالب نادي النمسا للسيارات بمزيد من الإجراءات لمنع الحوادث كخفض السرعة وتحسين البنية التحتية للدراجات وتعزيز حملات التوعية والنقل العام كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة